خلينا أكمل في أدلة أخرى واحدة من الدلائل القوية أحبائي تخصيص يوم الأحد للعبادة بدلا من يوم السب وهذا طبعا دليل تاريخي مهم جدا بل أصبحوا يحتفلون بعيد القيامة يعني على فكرة ما كانوا يحتفلوا بالكريسماس كانوا يحتفلوا بالقيامة بل أصبحت تحية المسيحية المسيح قام والرد طبعا بالحقيقة أو حقا قام شيء آخر دليل آخر وجود كنيسة مسيحية والنمو الهائل والثمر المتكاثر هذا تأكيد لنبوة المسيح بإرسال الروح القدس وأيضا أنه يبني كنيسته وتخيل أحبائي في أقل من 25 سنة لا سيف ولا حرب ولا إغواء ولا إغراء ولا وعود بل استشهاد وموت لكن بقلب مليان محبة وصلت الرسالة إلى كل أنحاء العالم القديم بقوة المحبة شيء آخر العهد الجديد عندما نقول عهد الجديد هو أصلا حصيلة القيامة بسبب القيامة أصبحت مركز ومحور عقيدتنا وأساس إيماننا لأن كل الأديان الأخرى بالدور حول شرائع تقوس فرائد نوميس حول تعليم المؤسس لكن المسيحية تتمحور حول شخصها المسيح الحي القادر أن يصنع معجز التغيير الآن في حياتك دليل آخر نمرة عشرة شجاعة التلاميذ كيف حصلوا على هذه الشجاعة أمام الوحوش والنيران التي التهمت أجسادهم بل كانوا صرورهم عظيمة جدا للشهادة والاستشهاد من أجل المسيح بفرح هنا نرى نزاهة التلاميذ وانتشار المسيحية مثل تغيير شاول سبب كبير وطبعا كان إثبات لتفوق وكمال يسوع المسيح ثم ماذا عن شهادة علماء اليهود قيامة المسيح أحباء مرتبطة بالفداء لا فداء بدون قيامة ولا قيامة بدون فداء إن قيامة المسيح وقيامة المؤمنين مرتبطتان ببعض إما تثبتان معا أو تسقطان معا وهذا مهم جدا أحبائي وأكتفي طبعا بهذا القدر في هذه الحلقة ولكن خلينا أقول في النهاية أكتبس آية من رمي عشرة لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص قال يسوع إن حي وأنتم ستحيون فالسؤال من تتبع نبي ميت أو شخص حي هزم الموت وعطانا رجاء القيامة ورجاء الحياء الأبدية أننا سنكون معه كل حين إن آمنا في شخصه المبارك إلى اللقاء اشتركوا في القناة